بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وصار على منهجهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلى ما جعلته لنا سهلا فسهلنا أمورنا ويسر لنا عسيرنا وجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وبعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليه الحديث متفق عليه وهو حديث قدسي والحديث القدسي هو الذي رويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين الحديث ورد في عبارة قليلة المبنى ولكنها عميقة المعنى وغزيرة المعنى لأن الله تعالى ينادي هذا الإنسان أنفق يا ابن آدم ينفق عليه الله عز وجل خالق الإكوان خالق الأرزاق خالق السماوات والأرض مشخر سماوات والأرض يأمر أو يطلب من هذا الإنسان أن ينفق على غيره مع أن الله تعالى هو المالك الحقيقي لهذا المال الذي طلب من هذا الإنسان أن ينفقه وأنفقه مما جعل لكم مستخلفين فيه الله عز وجل استخلف هذا الإنسان ليتسرف في هذه المسخارات التي سخارها الله عز وجل لخلقه والإنفاق لا ينبغي أن نعتبره دائما أو أن نفهمه من خلال تلك الصدقات البسيطة التي يقدمها بعض الناس لبعضهم الآخر في هذه الصورة البسيطة التي نعرفها جميعا في المجتمع مع أن هذا الشيء جميل ولكن المعنى العميق لهذا التوجيه الإلهي لهذا التوجيه الرباني ينبغي التفكير فيه وينبغي البحث فيه لأن الله عز وجل خلقنا كبشر وجعل هذه العلاقة التي يتبدل وهذه العلاقات التي تضبط المبادلات بالناس المعاملة بالناس والتي يجب أن تقوم على هذا الأساس أساس تعامل أساس الإنفاق سستعاون سستفاعل بين الناس يا ابن آدم أنفق ينفق عليك أي كلما قدمته من مساعدة لغيرك فإن الله تعالى سيخلفه لك هذا الحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى رب العالمين هو شرح للقرآن لأن في كم من آية ورد هذا المعنى كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتئمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلى أن تعمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أيها الناس أنفقوا من طيبات ما كسبتم لأن الطيبات التي خلقها الله عز وجل وأودعها في هذا الكون وأودعها في هذا الأرض أمر الإنسان بأن يسعى من أجل أن يكسبها بعمله وحينما يكسبها بعمله أمر بأن ينفق منها وأن يساعد غيره بها لأن الاستئثار بكل شيء ليس من أخلاق المسلمين وليس من أخلاق المؤمنين وإنما المؤمن الصادق هو الذي يكد هو الذي يجد ويعمل ويكسب ومن خلاله ومن هذا الكسب يساعد غيره ينفق ينفق على ولده وينفق على زوجته وينفق على أبيه وينفق على أمه وينفق على الفقير وينفق على كل من يحتاج مساعدته لأن من خلال هذا الإنفاق تتوزع الثروة بالناس وحينما تتوزع الثروة بالناس ترتفع درجة الاستهلاك بالناس وحينما يستهلك الناس هذا ينمي الدور الاقتصادية للعمل للإنسان الذي يعمل وينتج إذا كان لا يجد المستلكين فإن انتجه سيجمده فإن انجده سيتأخره سيتوقفه وسلعته يمكن أن لا تبع ويمكن أن تتكدس هكذا وتفقده وأن تفقد معنى ومن ثم فإن هذا الإنفاق الذي تنفقه أيها الناس أيها الإنسان الذي تنفقونه أيها الناس الذي تنفقه أيها الإنسان فإن في النهاية فإن ثماره في النهاية ستعود عليك لأنه كلما كثر المستهلكون في المجتمع كلما كان ذلك أدعى إلى زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد وتطوير دورة يعني تسير المال بصفة عامة لأن المال الذي لا يوزع وإذا بقي متداول ناكد دولة بين مجموعة صغيرة من الناس فإن هذا ستكون عواقبه وقيمة على الجميع على الاقتصاد ما نسميه اليوم بالاقتصاد بصفة عامة يا ابن آدم أنفق ينفق عليك بمعنى ما تنفقه فإن الله عز وجل سيخلفه لك لأن الرزق الذي أعطاه الله تعالى للإنسان في هذه الحياة الدنيا خير كثير اصخر له السماوات والأرض على الإنسان فقط أن يعمل وأن يكون مؤمن وأن يكون إيجابيا حينما يعامل غيره بأن يمكنه من حقوقه في هذا المال الذي اكتسبه فإن ثمرات ذلك فإن ثمرات ذلك ستعود عليك أولا أيها الإنسان المنفق وكل ما تنفقه سيعيده الله إليك سيخلفه لك لأنك ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد في المجتمع ولا ينبغي أن نفهم فقط بأن قضية الإنفاق تتمثل في تلك الصورة البسيطة في الصدقة كأن تساعد أحدا بلقمة عيش وبقطرة ماء أو بدرهم أو ببضع أو بدراهما قليلة هكذا ولكن الإنفاق الذي أمرنا به هو الإنفاق الذي يسهم في القضاء على الفقر في المجتمع هو الإنفاق الذي يسهم في تحقيق التوازن في المجتمع هو الإنفاق الذي يسهم في ازدهار الاقتصاد في المجتمع لأن الفقر في نهاية المطاف هو مراض اجتماعي أمرنا بالقضاء عليه وكيف نقضي على الفقر في المجتمع حينما نكون منفقين والإنفاق الذي أمرنا به أمرا الله عز وجل أن ننفق أحسن بأحسن ما نملك ولا تتيمم الخبيث منه تنفقون لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة لن تنال البرح تتنفق مما تحبون أي من هذا المال الذي اكتسبته وتعيت من أجله وسال عراقك من أجله ثم تقدمه النفس الطيبة تقدم الرزق الطيب ولا تقدم الخبيث يعني اختار الإنسان أرض ما عنده ويقدمه لغيره هذا لا يفعله المؤمن لأن الله عز وجل قال ولا تتيمم الخبيث منه تنفقون بالأقيم الدليل على إيمانك أي المؤمن واختر أفضل ما عندك وأجهد ما عندك لتقدمه كخير لهذا الذي يحتاج إلى مساعدتك ولكن يجب أن تعلم أيها الإنسان بأن ما اخترته وقدمته لهذا الذي يحتاجه لهذا الذي ينتظره فاعلم بأن الله تعالى قطع الوعدة والعهد على نفسه بأنه سيخلفه لك لأن كلما سعدنا هؤلاء المستلكين كلما سعدنا هؤلاء الفقراء على أن يخرجوا من دائرة الفقر كلما كان ذلك مؤدي إلى القضاء على الفقر في المجتمع كلما أدى ذلك الازدهار الازدهار الدورة الاقتصادية في المجتمع وزيادة الخير في المجتمع ولهذا في هذا الحديث القدسي الذي صدرنا به الحديث والذي يقول فيه رب العزة أنفق يا ابن آدم ينفق عليك أن يخلف لك والله تعالى لا يخلف وعده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة